هذا ومع استسلام عناصر داعش بالمئات لمقاتلي قوات سوريا ديمقراطية في آخر معاقلهم بمنطقة البغوز شمال سوريا وحتى قبل ذلك تواجه الدول التي تنتمي إليها هذه المقاتلين أعدادا منهم تواجه مشكلة في استقبالهم ومنها بلجكة التي تختلف فيها الأراء بين من يقبلوا عودتهم وبين من يرفضها البرلماني البلجيكي سان فان روي يرفض عودة الدواعش من المقاتلين البلجيكيين من مناطق الصراعات تعبيرا عن موقف حزبه اليميني المتشدد في لامز بلانك أنا من المعجبين برأي سترامب ولكن في دعوته للأوروبيين لاستعادة الدواعش لا يجب التجاوب معها لن نسمح للمتشددين الإسلاميين بالعودة لأنهم خطرون على المجتمع يأتي هذا الموقف في إطار الجدل الحالي في الأوساط المختلفة حول هذا الصدد البعض يرى إمكان استقبال الأشخاص الذين حكموا غيابيا وأدانهم القضاء البلجيكي بينما رأى البعض الآخر ضرورة محاكمة الدواعش في مناطق الصراعات التي ارتكبوا فيها جرائمهم لدينا شرطان للتعامل مع هذا الملف الأول ضمان عدم عودة هؤلاء الأشخاص من المقاتلين الدواعش وهم غير مرحب بهم في مجتمعنا والثاني لا بد من العمل على المسار القضائي من الآن وضمان محاكمة عادلة ووضعهم في السجن ثم مراقبتهم عن كثب بعد ذلك تلك هي أراء الشخصيات السياسية والحزبية في بلجيكا فماذا عن رأي رجل الشارع حول هذا الملف تباينت الأراء وإن كانت الأغلبية من المتحدثين أمام الكاميرا مع عودة هؤلاء الأشخاص لأنهم في النهاية يحملون جنسية بلجيكا بينما رفضها البعض الآخر وآخرون لم يقدموا إجابة على السؤال لا أعرف حقيقي ماذا أقول إنه أمر صعب ولا أعرف إن كنت أعتقد أنه خطر ويجب إعادتهم طبيعي أن يتم إعادتهم لأنهم في كل الأحوال يحملون جنسية بلجيكا الموقف البلجيكي الداعي إلى محاكمة الدواعش في مناطق الصراعات يأتي في إطار موقف أوروبي معلن يعطي لكل دولة الحرية في التعامل مع هذا الملف وفقا للقوانين الوطنية ذات الصلة عبدالله مصطفى الحرة بروكسيل